طيب الموضوع التاني اللي عايز اتكلم فيه مع حضراتكم وهو موضوع مهم ولازم اتكلم فيه مع حضراتكم لانه 3 لاعبين من امبارح للنهاردة الحقيقة كلام كتير جدا نولتر بواليا جاله عقد خارج مصر واحمد ياسر ريان جاله عقد خارج مصر واليو ديانج جاله عقد خارج مصر طيب خلينا اتكلم مع حضراتكم ودايما كالعادة بكل وضوح وكل شفافية وبالعقل وبالمنطقة بالعقل وبالمنطقة اولا طيب عقد جيه او مجاش خلينا نتكلف ان العقد جيه فيه عقد في النادي مثلا يعني انا معرفش معنديش معلومة والحقيقة ما حاولتش ان انا اعرف المعلومة عارفين ليه لانه في النهاية هو قرار لجنة التخطيط حتى لو فيه عقد لاليو ديانج ولا لياسر ريان والاحمد ياسر ريان والولتر بواليا محدش هياخد فيه قرار دلوقتي هلانا ينفع ان انا في وسط الثمن مباريات اللي انا بلعب فيهم دول حد يطلع يقول لي اصل اوليو ديانج عنده عقد واحمد ياسر ريان احمد ياسر ريان بلعب في سرافيا كله بطرة ممكن جدا يتم التفاوض اذا كان هناك عقد حقيقي لأحمد ياسر ريان فممكن جدا يتم التفاوض ولكن على الجانب الاخر والتر بواليا واليو ديانج اتنين من اللاعبين المتواجدين في قائمة النادي الاهلي اتنين من اللاعبين اللي دايما خلال الفترة اللي فاتت بيلعبه وبيلعبه بشكل اساسي وولتر بواليا بقاله مطشين تلاتة بيجيب او مطشين تحديدا بيجيب اهداف فليه دلوقتي حضرتك بتقول ان العقد جيه لا والغريب بقى في الموضوع ايه ان انا لما بقرأ الموضوع بشوف ان الكلام على ان العقد جيه والنادي الاهلي وافق تخيل حضرتك ان لجنة التخطيط في النادي الاهلي الاسماء اللي انا هقولها دي اساطير كلها كابتن محمود الخطيب كابتن محسن صالح كابتن زكريا ناصر هم بقى قاعدين خدوا قرار دلوقتي في خلال التمن مطشات دي ان خلاص اليو ديانجا حيسافر او حيمشي مثلا يعني او ان وولتر بواليا احنا موافقين او احمد ياسر ريان كذا 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 تخيل حضرتك هل ده كلام يعقل طبعا كلام هو كلام غير صحيح غير صحيح وانا الحقيقة لو في حاجة تانية كنت هقولها لحضرتكم على الهوى على طول هقولكم في واحد اتنين ثلاثة ولكن هي بالعقل بالعقل حتى لو في عقود انا معرفش ولكن حتى لو في عقود لو حد يكلم سيد عبد الحفيز او امير توفي قال له والله احنا عايزين نولتر بواليا او بعتولهم او اي حاجة من هذا القبيل مش هينفع اتكلم في هذا الامر انا مع اللاعب انا كأدارة يعني كلجنة تخطيط مش هينفع اتكلم مع اللاعب في هذا في الامر ده في الوقت ده ولكن ان شاء الله ربنا عدي التمام مطشات على خير واحنا الحمد لله عندنا تجارب سابقة وكثيرة ورائعة في ان احنا عندنا لجنة تخطيط لجنة محترمة بتعرف تختار وتنتقي اللاعبين اللي بيلعبوا جوانادي الاهلي وبتعرف امتى يمشوا وامتى يعودوا بتعرف امتى يمشي وامتى يعودوا فبالتالي احنا سايبين دايما القرار في ايد لجنة التخطيط لجنة التخطيط اللي قررت كابتن محمود الخطيب وكابتن محسن صالح وكابتن زكريا ناصف ان خلال الفترة اللي فاتت نزلوا بمعدل الاعمار اعمار السن في النادي الاهلي لمعدل رائع جدا الحقيقة من العمر حاجة كان بيخطط لها من سنتين او من ثلاث سنين فتكروا كده التعقدات اللي عملها النادي الاهلي خلال الفترة السابقة هتلاقوا ان يا جماعة حتى لو في عقود ما عندناش اي مشكلة التفكير خلال هذه الفترة هيبقى من خلال الادارة او من خلال لجنة التخطيط او من خلال المسئولين عن الكرة القدم في النادي الاهلي وبعد كده القرار هيبقى ان شاء الله بعد التمن مباريات لكن اللاعبين لا وقدوا بالحضراتكم ده في اطار ان انا اخرج اللاعب عن التفكير والتركيز لان نشوف حضرتك بتتكلم عن آليو ديانج واحد من افضل واهم اللاعبين اللي موجودين في النادي الاهلي وولتر بواليا واحد من اللاعبين المهمين في النادي الاهلي وبالتالي بقى له مطشين الرجل بيجيب جوان عشان كده اضرب اغبط يلا وحنمشي وولتر بواليا حنمشي فلان حنمشي علان ولكن هذا الكلام هو كلام غير صحيح النادي الاهلي لم يوافق حتى هذه اللحظة ما هو ممكن بكرة النادي الاهلي يفكر تفكير اخر حدش عارف ولكن انا بقول لحضراتكم بناء على حاجات شفناها قبل كده داخل النادي الاهلي وحاجات دايما احنا بنشوفها ليه النهاردة وليه مبارح قبل مباراة ودي دجلة انت داخل ترمي هذا الموضوع ليه حضراتكم دايما خدوا بالكوا دايما من هذه النقطة ليه دايما رايحين في الاتجاه ده خلوا الناس تشوف شغلها عندنا مجلس ادارة قوي عندنا مجلس ادارة بحترم عندنا مجلس ادارة بروح الفنلة الحمرة عندنا ادارة لكرة القدم تستطيع ان تتخذ القرارات المناسبة في التوقيتات المناسبة ولكن بالعقل كده تمام متشاط فضلين هقول فلان مشي او فلان قعد تخيل حضرتك يعني ما ينفعش